اشتركوا في القناة عند محاولة تطوير مهارات معينة ينبغي اتباع خطة محددة لتطوير هذه المهارات فالتخطيط سوف يساعدك على تحقيق أهدافك بإذن الله يتفق الناس بصورة عامة على ضرورة تطوير الذات وأهميته في جميع جوانب الحياة غير أنهم يختلفون في الأسلوب الذي يؤدي فعلا إلى تطوير الذات ينبغي لمن يواكب التغيير ويطلبه ويسعى لتطوير ذاته أن يجعل ذلك التطوير منهجيا وعلميا ومنظما وذلك لتحقق له ما أراد من تجديد وتحسين يمكنك بناء على مشروع فهم الذات الذي شرحناه في القسم السابق أو بناء على مراجعة داخلية عميقة أن تستخدم تحليل الصوت لتحديد أمور أربعة أولاً نقاط القوة معرفة الأبعاد الأساسية التي تميز شخصيتك من طباع ومهارات وميول ثانياً نقاط الضعف معرفة العناصر الداخلية عندك التي قد تشكل عائقاً أمام تطورك ونقيك في الحياة وفي العمل ثالثاً الفرص ما هي الأمور المتاحة التي يمكن لك اكتسابها أو حيازتها للنهوض بنفسك رابعاً التهديدات وذلك يشمل كل ما يشكل خطر على نجاحك ويعيك تطورك لتطبيق أسلوب الصوت على قصة خليل السابقة نجد التالي أولاً نقاط القوة يتمتع خليل بإدراك ممتاز ثقة عالية بالنفس ثقة عالية بالكفاءة ثقة عالية بقدرته على الإنجاز يمتلك الذكاء ولديه العديد من الشهادات العالية والمهارات ثانياً نقاط الضعف يعاني خليل من التسويف وقلة الالتزام والثقة المفرطة التي قد تكون سلاحاً ذو حدين ثالثاً الفرص المتاحة قد تتمثل تلك الفرص في إمكانية اكتساب مهارات جديدة أو الحصول على شهادات وخبرات إضافية أو التمكن من التدرج في وظيفة معينة رابعاً التحديات التي يواجهها خليل والتي تمثلت في طريقة تعطيه مع الأمور المطلوبة منه أو في طبيعة علاقته مع الآخرين أو ربما في طبيعة الوظيفة التي تتطلب نمط شخصية مختلفة عما هو عليه في الواقع بناء على ذلك ينبغي على خليل تعزيز نقاط قوته والحفاظ عليها والعمل على نقاط ضعفه عبر محاولة اتباع أسلوب جديد من الإتقان والالتزام والإنجاز في العمل وبناء علاقة جيدة مترابطة مع باقي الزملاء كفريق عمل واحد لابد له من انتهاز الفرص المتاحة أمامه والعمل على اكتساب مهارات وخبرات جديدة ينبغي على خليل أن يعمل على تطوير ذاته ليقدر على مواجهة التحديات بالطريقة الصحيحة لتحطي نتائج مثمرة في نهاية المطاف ولا بد من الإشارة إلى أنه من المهم جدا عند التفكير بالتطوير الذاتي أن لا نتوهم من حجم التطوير أو صعوبته فقد يبدو لك أنه من الصعب تحقيق هذا التطوير غير أن من أحد أهم أسلوب النجاح هو الإيمان بقدراتك الحالية وأنه يمكنك استخدامها لتحقيق التطوير المرجو تحقيقه ومن المهم أيضا أن تقوم بتحديد خطوات التطوير خطوة خطوة والمضي بها واحدة تلو الأخرى دون أن تفكر بتنفيذها كلها دفعة واحدة فإن النجاح بالخطوة الأولى سيمنحك ثقة وتحفيزا للبدء بالخطوة التي تليها وسيشعرك بعملية التطوير الحاصلة ونتائجها سيمنحك ثقة وتحقيق التطوير الحاصلة ترجمة نانسي قنقر